لكن انا هكلمكم بقى على يعني بالصدفة قبل ما اكمل لكم الموضوع بتاع التسامم الغذائي والحاجات اللي حمد اتكلم عليها فهو موضوع حلقتنا النهاردة والنزلات المعوية ومرض التكيف وامراض الصيف وضربة الحر اللي ممكن تجينا مع الحر الشديد هحكي لكم قصة البوتوكس او هذا السم هذا السم ليه استخدامات كتير جدا في التجميل طبعا كلنا نعلم عن حاجات التجميل لفرد التجعيد للناس اللي هي بتنام وتجز على سنانها بالليل فبيحقنوا في العضلة اللي هنا اللي اسمها المسيتر للناس اللي عندهم تقلصات في الجفون العين وبيبقى عندهم مش عارف في العينيق او حاجات زي كده بتستخدم ايضا للناس اللي عندها حاجات مرتبطة بالعضلة اللي هنا دستونيا او شوية حاجات امراض عصبية منهم التصلوا بالمتناسر منهم حاجات من هذا المواضيع يعني بتستخدم في الامراض العصبية بشكل عام اما استخدامها في الطب الباطني استخدام جديد دلوقتي بتحقن هذه المادة في جدار البطن بشكل محدد علشان تقلل حركية المادة وبتستخدم في التخسيس وده استخدام مسجل بقى له فترة احنا ما بنعملوش في مصر لكن بيتعمل في الولايات المتحدة فهي اذا ايضا بتستخدم لها استخدام في التخسيس بتستخدم للناس اللي عندهم شرخ شرقي بتستخدم في الناس اللي عندهم تقلصات مريق او عدم انبساط في عضلة المريق مرض اسمه اكاليزيا ليه هذا الاستخدام فاذا ديها استخدامات طبية عظيمة يعني هذه المادة او هذا السم يعني الداء من الدواء فهي دي قصة الباطوكس او قصة البوتوليزم او قصة هذه البكتيريا ترجمة نانسي قنقر